أقيمت في الأسبوع الأول من الصوم الأربعين المقدس خدمة القداس الإلهي في موضع الجلجلة بالقدس حيث تم فيه رسامة الشماس تافرس عرنك كاهنا بوضع يد سيادة رئيس أساقفة بلة للروم الأرثوذكس كيريوس في لومينوس وخلال القداس قرأ سيادة المطران الصلاة الخاصة بوضع اليد وعلت بعدها أصوات المصلينة بمستحق مستحق مستحق وبعد القداس توجه الكاهن الجديد مع المطران والأباء لدار البطرياركية لأخذه بركة غبطة البطريار كيريوس كيريوس تيوفلوس الثالث